هذا ولم تدخر قطر جهدا على صعيد الإعلام إلا وبدلته من أجل التدخل في شؤون مملكة البحرين ولساءت لها بأساليب عدة لتحقيق أهداف خبيثة في المنطقة في الثالث عشر من ديسمبر عام 1995 ضبطت شحنة مرسلة من جهة قطرية لأحد مراسلي وكالة رويترز ولأحد العاملين في فرع بنك إقليمي في البحرين كانت تحتوي على مجموعة من الكتب والمنشورات والصور المناهضة للحكومة البحرينية وتبين بأن ما تسمى المعارضة في لندن كانت تتخذ من قطر مقرا لطباعة وإرسال الكتب والمنشورات إلى البحرين لم تترك قطر سبيلا إلا وحاولت من خلاله التدخل في شؤون مملكة البحرين الداخلية سواء على الصعيد السياسي أو الإعلامي أو الأمني فالحكومة القطرية سعت على مدار سنوات طويلة إلى دعم أفراد بحرينيين يحملون أجندات سياسية تسعى لإسقاط النظام الشرعي في البحرين عبر استضافتهم في برامج أعلامية عبر قناتها الرسمية ليست قناة قطر الرسمية وحدها من عملت على تشويه صورة الأوضاع في البحرين ودعمت الإرهابيين فيها بل كانت أداة الخطيئة سباقة كعادتها في تزوير الحقائق ودعم الخوانة حيث تبدو القناة اهتماما متزايدا بالأخبار المتعلقة بالأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في البحرين وإثارتها بطريقة سلبية وذلك بشكل دوري وبصورة ترمي لإبراز واقع مشوه للأوضاع في مملكة البحرين كما وتتحيز تقارير الجزيرة لشخصيات تحمل أجندات سياسية تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد بالإضافة إلى إنتاج عدد كبير من الأفلام الوثائقية المفبركة والتي انحازت فيها وبشكل كبير إلى الإرهابيين في البحرين قناة الجزيرة الإنجليزية لم تتدخر جهدا هي الأخرى بالإساءة للبحرين حيث أبدت اهتماما بالغا في متابعة وإثارة قضايا في البحرين بما يخدم توجهات جمعيات إرهابية منحلة بحكم قضائي كما عملت الجزيرة الإنجليزية على تزويد منظمات حقوقية بمعلومات مغلوطة عن البحرين سياسة قناة الجزيرة ترتبط ارتباط وثيقا بالسياسة القطرية ودورها السلبي تجاه البحرين لتحقيق أهداف خبيثة كالتأثير سلبا على الأوضاع في البحرين من خلال تشويه صورتها أمام الدول الغربية والتناغم والتماشي مع التحركات التي تقوم بها إيران وما يسمى حزب الله الإرهابي ضد البحرين جميع ما ذكر لا يصف ما تقوم به قطر من تحركات مسيئة وتدخلات تنتهك بها الجيرة والتعهدات السابقة والموثيق والأعراف الدولية في مشهد يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن السياسة القطرية وقناة الجزيرة صنوان لا يفترقان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر